موسيقى 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 ما يكون هناك يوجد هناك المثال من الموريطاني او السينيجان لأن أصل أولاً أصل للتكوين للأعصار هو تكون غالباً السواحل يأتي من أفريقيا يخرج من الرأس الأخضر بالضبط للمناطق الرأس الأخضر جنوب السنغال والأماكن للتكوين للأعصار لأنه يهم الولايات المتحدة وكذلك الجنزور المقابلة التي تكون في هذه المنطقة وكذلك يأخذ المسارات لأنه يبتدأ منها ولكن من المسارات التي تكون فيها لا يكون إعصار يكون عبارة عن كتل هوائية ساخنة وارضبة التي تأتي من المناطق الاستوائية يعني البحر الاستوائي الغانا اسميه الميردوغينيك يتلقى مع هواء الساخن أو البارد اللي جاي من تقريباً من الشمال وبالتالي تكون هذا تكون عبارة عن سحور غير مستقرة كتأتي زخات مطارية في المناطق الاستوائية بالخص مرة تقريباً سينغار جنوب موريطانيا في هذه الفترة تقريباً تكون بين يونيو ويوليوز وكذلك يأخذ المسارات في المحيط الأطلسي ولكن في الأول يكون عبارة عن منخفض منخفض مادني منخفض مادني بحال منخفضات لما تشكلت القوى دياله وإنما من اللي يأخذ طريق دياله في المحيط الأطلسي يعني في المناطق المدارية بين المدارين من اللي يكون بين المدارين السرطان والجدي من اللي يكون بينتهم في ذلك المنطقة فيها بعض الشروط التي تكون إعصار وهي تكون درجة الحرارة كثير من 26 أو 28 درجة واحدة طويلة وكذلك في واحد العمق المحيط الأطلسي عمق كبير وتدخل إعصار من كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 ولكن المنطقة الشمالية المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي المحيط الأطلسي لأن درجة الحرارة للبحر المياه من خفضة قد من 16 أو 15 درجة وبالتالي حتى إذا كان شيء من خفض ما ذلك يدوز المناطق الشمالية فمغالي الشيء تكون عنده تميته كي تكون إعصار وبالتالي يمكن أن يعطي بعض الرياح في المناطق وبالتالي كيف المصارات غالبا في هذه الأعصار وهو أنهم يبقوا في المدار فش يبقوا في شروط لتكون ومشي لجنوب كوبا أو جنوب أمريكا أستاذ يعبد المغرب مهدد بهذا الإعصار أو لا؟ أمريكا عندما يخلطوا بين مثلا التي تتكلمون تتكلمون مثلا أمريكا لا تدروا تدروا الدراسات التي تتكون الأعاصر من الأوريجين وهي كما قالت لك المناطق السنغال يعني غرب السنغال أو رقص الأقدار المناطق التي تتكون منها هو الأوريجين ولكن الناس يخلطوا بين وكالة تتكلمون بين الأعاصر المغرب المغرب لا يوجد في منطقة مدارية أو مصار الأعاصر المترجم للقناة